المأوى الآمن الأمن اللي ساموه بنجيزي الشلتر هل أنت عندك مسكن لو ما عندك جاءت تشعر بالأمان هذا مهم جدا خنشوف الأرقام ش تقل لنا الأرقام السؤال يقول خلال السنة الماضية كم مرة أنت أو عائلتك افتقدتم لمأوى آمن خلال السنة الماضية كم مرة أنت شعرت أنك ممكن تتهجول بالعامية أنك ممكن تطرد من سكنك أو أنك أساسا ما عندك سكن هذا الشعور اللي مجربيه البعض هو شعور قاسي على النفس لما أنت تنام وأنت ما تدري الصبح وين رح يصبح وش رح يصبح بيك الأمور خنشوف العراقيين شوفوا ربع العراقيين ربعهم خمسة وعشرين بالمية قالوا خلال السنة الماضية شعرنا أنه إحنا آني أو أفراد عائلتي مهددين في أمن السكن مقارنة في لبنان ستة بالمية في المجموع لكل الدول عشرة بالمية يعني العراق مقارنة ببقية الدول إحنا ضعف هم مرتين ونص إحنا أكثر من لبنان بخمس أربع مرات وأكثر من حيث القلق من حيث القلق على وجود وجود بيت آمن أو وجود سقف ممكن يظل الإنسان العراقي فلذلك هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لأي دولة تريد أن تخطط للأمن ومو لأمن فقط الأمن الخارجي وأمن الشرطة وإلى آخر وإنما الأمن النفسي